السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شعور أنفسنا ومن سيئات عمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد فقد وردت آيات كريمة وحاديث نبوية شريفة تفيد أن جزاء المحسنين والمسيئين من جنس أعمالهم وذلك ترغيبا للأعمال الصالحة وترغيبا من الأعمال السيئة قال سبحانه هل جزاء الإحسان إلا الإحسان وقال تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتت كاياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى روى الإمامان البخارية مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة ومن رد عن عرض أخيه المسلم رد الله عن وجه النار يوم القيامة كما جاء في مسلما محمد من حديث ابن درداء رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من رد عن عرض أخيه المسلم رد الله عن وجه النار يوم القيامة ومن ولي من أمر أمة محمد صلى الله عليه وسلم فرفق بهم رفق الله به كما جاء في صليما مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال اللهم من ولي من أمر أمة شيئا فرفق بهم فارفق به ومن شق عليهم فاشقق عليه ومن أنفق أنفق الله عليه كما جاء في الصحيحين من حديث بريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال قال الله تعالى يا ابن آدم أنفق أنفق عليك ومن بخل بماله عن أداء الحقوق والواجبات أتلف الله ماله ومحق بركته كما جاء في الصحيحين من حديث بريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما من يوم يصبح فيه العباد إلا وينزل ملكان فيقول وحدهما اللهم أعطي منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا تلفا ومن ذكر الله جل وعلا في نفسه ذكره الله في نفسه ومن ذكره في ملأ ذكره الله في ملأ هم خير منهم كما جاء في الصحيحين من حديث بريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال قال الله تعالى أنا مع عبدي وأنا معه حين يذكرني فإن ذكرني في نفسه ذكرت في نفسي وإن ذكرني في ملأ ذكرت في ملأ هم خير منهم ومن بنى مسجدا لله بنى الله له مثله في الجنة كما جاء في الصليم المسلم من حديث عثمان رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من بنى مسجدا لله بنى الله له مثله في الجنة ومن تتبع عورات المسلمين تتبع الله عورته حتى يفضحوا في أهله كما جاء في مسجد الإمام أحمد من حديث أبي برزة الأسلامي رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يا معشر من آمر بلسانه ولم يؤمن بقلبه لا تغتاب المسلمين ولا تتبع عوراتهم فإنه من يتبع عوراتهم يتبع الله عورته حتى يفضحوا في أهله ومن شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة كما جاء في مسجد الإمام أحمد من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من شرب الخمر في الدنيا حريمها في الآخرة إلا أن يتوب ومن عذب الناس في الدنيا عذبه الله يوم القيامة كما جاء في صليمان مسلم من حديث الشام بن حكيم بن حزام رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا ومما يدل على أن الجزاء من جنس العمل وكما تدين تدان ما جاء في الصحيحين من حديث أبي يريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام جاءه جبريل فقال يا محمد هذه خديجة قد أتت معها إناء فيه طعام أو قد أتت معها إناء فيه دام أو طعام أو شراب فإذا تتكى فقرئها من ربها السلام ومني وبشرها ببيت في الجنة من قصب والقصب هو اللؤلؤ المجوف لا صخب فيه ولا نصب الصخب ارتفاع الأصوات والنصب هو التعب قال السهيلي والحكمة في نفي هاتين الصفتين النصب والصخب التعب وكذلك علو الأصوات أن النبي عليه الصلاة والسلام لما دعاها للإسلام أجابت طوعا فلم ترفع صوتها فلم ترفع صوتها ولم تتعب بل على العكس من ذلك وقفت معه وآلسته في وحشته فكان من المناسب أن يكون الجزاء من جنس فعلها انتهى جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه لما قطعت يداه في معركة مؤتع الشهيرة عوضه الله جل وعلا بأن جعله يطير في الجنة مع الملائكة كما روى الحاكم في المستدرك من حديثه بريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال رأيت جعفر بن أبي طالب يطير في الجنة مع جبريل وميكاين أيها الإخوة لفاضل مما هو متداول بين الناس وحكاياته معروفة ومشهورة أن من بر بوالديه رزقه الله جل وعلا أبناء برره ومن عقى بوالديه عوقب بأبناء عققه ويذكرون في هذا الأمر قصة وهو أن رجلا كان بر بوالديه فرزقه الله جل وعلا أبناء برره فكانوا إذا أرادوا أن يستقوا من البير يأخذونه معهم إلى البر فينزلونه من الناقة ويجهزون القهوة ويشعلون النار لكي يستدفئ بها ثم ينزلونه من على الناقة وكان رجلا كبيرا في السن فبينما هم كذلك إذ رأوا شابا مع والده بجوار البئر والشاب يريد من أبيه أن ينزل إلى البئر ليستقي الماء والوالد يحاول بشتى الطرق أن ينزل الإبن فهو رجل كبير في السن ولكن دون جدوى فنزل الأب فغضب الأولاد وهموا أن يبطشوا بهذا الشاب فقال لهم أبوهم دعوهم لو تتبعتم آثار الأرض لوجدتم آثار موقد النار التي كنت أشعلها لوالدي عندما كنت شابا وكان والدي كبيرا بالسن فالله جل وعلا جازاني بأن جعلكم أبناء بررة جزاء لما كنت أفعله بوالدي وأما هذا الرجل الكبير السن فإني رأيت يفعل بأبيه كما فعل به ابنه الآن والجزاء من جنس العمل وكما تدين تدان سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك أتوب إليك والحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين